قد يوم الأربعاء الجيش الملكي سيستقبل فريق بركانه في ملعب البشير المحمدية كاملين عرفنا أن الجيش الملكي حالياً ما يشي في المستوى دياله بلس تكونوا واقعيين ومشي هذا الفريق لكننا كنقوله على أساس أنه سينافس على البطولة بحكم أنه حقق اللقب لموسم الليفاج ومشي ذلك الفريق لكننا كنقوله أنه سيقوم أبعد بمدى دولة أبطال أفريقيا ومشي ذلك الفريق لكننا كنطمحوا أنه يدي لقب كأس العرش للأسف هناك تساؤلات عديدة وكثيرة من الجماعير العسكرية لماذا كيفاش شنو السبب شنو الحل الأخوان باش نكونوا واقعيين ومنقوش نكتبوه على رأساتنا باش نكونوا واقعيين أغلبية النشطة الفيسبوكيين والنشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبهوليها وقالوها طبيعة الحال وأبرز وأكثر الجماعير طبيعة الحال العسكرية قالتها ودوينا وعينا ما نهضروا ولكن الله غالب قلنا ودتي رأيت صفقات اللي تراهوا حاليا داخل الجيش المالكي ماشي هما العيبية لأن اللي غاديين نجيبوا بهم الألقاب أو اللي غنافسوا بهم الألقاب حاليا حاليا كانت منه من الله الزوجة لأنه ما توقع شي كاريته بطبيعة الحال في البطولة واليفكس العش وباش الاخوان ما نكذبش عليكم وانتم ما عارفين عندي نشان نشان أنا شميت شي حاجة تطبخ على نار هادئة وبحلي شي حاجة كانت متوقعة وبحلي شي حاجة كانت مدروسة أنا ما بغيت نوجه أصبع الاتهام للتعشي واحد ولكن من حقي كموش شي عسكري أنا من انتقد بطبيعة الحال ومن حقي أنا ننظر إلي شي حاجة ما عجبتني بطبيعة الحال رجوع فرناندو داكروزة الإخوان رح تسألت رجوع فرناندو داكروزة الإخوان خلانا نتساءلوا وفهمتوني شنو بطبيعة نقصد كيفاش علاش علاش فهو الدرافية على اين على حسب المنظور ديال الكوتش عيماد كان قول باللي لا قدر الله نعبي مدرب بالجيس الملكي المدرب تومسي اللي حاليا هو مدرب للجيس الملكي ما قدرش أنه يتوفق في قيادة الزعيم كان نظن أنه يقدر يحيد وغادي يجي فرناندو داكروز بحجة أنه دايجاك يعرف اللعبية دايجاك يعرف البطولة وذلك هذوك اللي قالوا لنا العملي فاتش الأسباب لماذا فرناندو داكروز مدرب للجيس الملكي وغايتعاود السيناريو للموسم باكروزي للموسم اللي فاتش وغايتبدأ القهرة وغايتبدأ الأعصاب وغايتبدأ المرض وغايتبدأ الضغط وغايتنوضلين اللحاسة وغايتنوضلين الناس وغايتنوضلين الناس حتى ناقبة طبيعة الحال للسوق باش يدافع على فرناندو داكروز وغايتقع مشاحنات بين الجماهير وطبيعة الحال بين المؤيد والمعارض جميع الفرق بطبيعة الحال للعالم تزيد القدام تكون عندها استراتيجية أنا كنظن إلا فريق الزائب ما نقولش عشوائية ولكن شبه عشوائية مع احتراماتي للكل سواء لللاعبين سواء للإدارة سواء للجهاز تقني حاليا باش نكونوا واقعين وما نكتبوش على رأساتنا الى اين الى اين الى اين الاخوان هذا الاجتسي و الى متى سوف نبقى بحالك يقال يقال واغلبية الاخوة سوف يتفقوا معي على ان إدارة الجيش المالكي مع كامل الحيارة ما تكونش عندها عائدات مادية بالخصص ان المركب الأمير مولي عبدالله طبيعا انتم عارفين انه سوف يتصلح لذا لا تكون عائد مادية لذا سوف نقوم بحالك في دورة ابطال افريقيا سوف نخسر غير الفلوس و لا سوف يكونش عندنا عائد طبيعا انتم عارفين ان مادية مادية لا نستفيد مادية افريقيا لا نقوم بحالك من غير الاشارات من غير البت من غير من غير من غير مادية من غير من غير من غير الوصحة من غير من غير المقبلة من غير لذا دورة ابطال افريقيا بالنسبة للبطولة مشطوا البطولة ما نطيحوما اللعبو المهم نجيبوشي حاجة تيران طبيعة حال ما غيكونش موجود العام الجاي دونك ما نتأهلوش دوري ابطال افريقيا وانتم ما راكم فاهمين غادي نكونو ناشيطين في البطولة الوطنية الحاجة اللي تارت الاستغراب ديالي بشكل جنوني كيف يؤقل نابي ما كان من حسير رمتي ليه أنا دك المدرب كي عجبني متبعوه متبعتوه في ظرف قليل عجبني عجبتني شخصيته المقربين حكوا لي عليه على اسألنا شخصيته مزيانة مع اللاعبين مدرب زوين ولكن ما فهمت كيفاش هاد المدرب ما قدرش يجيب توليف المناسبة ديال التشكيلة يعني ديال جيش ما براش تكمليه في كل ماتش كيفاش انا بلاعبين لحد الان باقي المدرب ما عارفش ما يمكنش ما بغيتش نضرب بزاف ما بغيتش نقول شي حاجة اللي بزاف ولكني كنت سائل علاش ان هذا المدرب بحكم انه عنده خبرة افريقية بحكم انه عنده خبرة عربية ماذا هاد المدرب لحد الان باقي امام ملقش تشكيله واش ما مقتنعش باللاعبين الى كان ما مقتنعش باللاعبين فهذا مشكل كبير واش هاد المدرب كيضغط عليه شي واحد ماذا مشكل اكبر فانحنا كم متسائلين مغير نعرفوه السبب اللي خلانا انه لحد الان باقي ملقش تشكيله او للتوليف المناسبة ديال الزعيم هذا تساؤل كانت منه من الناس يجاوبون عليه مغيرنا معرفوه واش هاد المدرب بعيان واشاد المدرب ما مقتنعش باللاعبين اللي عنده واشاد المدرب كيضغط عليه شي واحد او مثلا قالوا لعب فلان اذا كانت قالوا لعب فلان دونك رأى مشكل اكبر والحاجة اللي ما بغيتش تفهم لي انا بشي حاجة بزاف عوجاني هو من الفيرنادو دا كروز تمت الاقالة دياله وابعد على المنصب دياله اللي هو مدير تقني وهو اللي كان يجيب صفقات وطبيعة الحال هو اللاعبين ديال الجيش الملكي فشكون اللي اختار هاد اللاعبين حاليا وشكون اللي بغي يبيع الركائز للفريق من بين بورغيز من بين مسليم فشكون المسؤول لاجاب اللاعبية حاليا مع كامل احترماتي اليوم انا ما كنت نقش منه ولكن بغيت نعرف لا عسكاري تكون هو المسؤول وشكون هو المسؤول لباع اللاعبين بحكم ان هذا المنصب ما كان فيه تشي واحد هذا تساؤل اخر الاخوان كانت طرح وكانت منه لاجاجة لك تخلينا اننا نبغي واضي الفرقة والحاجة لك تخلينا اننا نبغي واضي فرقة في ممشات هو ذلك الحب الذي تلقى مع بعضياتنا ما بين نحن كجماهية العسكرية واخا كنت ندبز واخا كنت نغيره واخا كنت نتناقش واخا ما نحن نقطر بناتنا ولكن رأى ديما كنقول لها الاخوان انا اخويا على ولد عمي ولكن انا ولد عمي على البران بطبيعة الحال بطبيعة الحال كان نستفده من خوطنا الكبار بطبيعة الحال يأتي بنادم يغوت عليك يدور فيك ينصحك ينبك ولكن ما انا متأكد ان انا بحب البناتنا معمورة ما سوف يتزعزع وما غسطناش نخليه البناتنا من يدخلين هناك جمهور عزكات الحاجة التي تخلينا اننا نبغي هو ذلك الحب الذي تلقى وليس بين المجموعات ذلك الحب وذلك الفخر الذي تلقاوه هذلك هي محуть تدخلنا اننا نبغي هو حيث انتظروا من ابلكة تران وريدوا عพلة81Che Balch بالطبع وف Cub,ráد أمي حجر ايت الحاجة التي اعندها واحد الصورة للمشند هذا الة شيئ 1997 يتب Jeff to pull us withぶ fluid ولك الله أيها الجمهور العسكري لأن الله الإخوان في الآخر نقول تحية العسكرية يطلق صراح الإخوة يطلق صراح الكابو مهدي طبيعة الحال يطلق صراح جميع الناس المظلومين رحم الله جميع الشهداء العساكر والمسلمين كافق تحية لكم الإخوان عاش الزعيم عاش الملك الحرية الجماهر العسكرية المظلوم المعتقلة